نروح ونرجع ويمكن في القاعدة دي بقالنا سنين بنكلم على قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم والمشكلة اللي حصلة يمكن في الفترة الأخيرة سمعنا سؤال توجه لسيادة الرئيس قالوا له القانون الإيجار القديم وفي ناس طبعا اللي قاعد يقول لك طب ما نقاعد ما نقول تواخدها وقتها كان صاحب الشقة بيقعد يبخرها سيقول يا رب تأجر النهارة والتاني يقول لك لا الشقة اللي كانت زمان تسوي عشر تلاف النهاردة تسوي اثنين مليون جنيه عندي في مصر الجديدة وفي المهندسين وفي الزمالك ومش عارف ايه بتاع وانا مش مستفيد من الحاجة باخد إيجار سبعة جنيه وإيجار سبعة جنيه ده يجيب حاجة فزي ما كنت بقول في الفقرة اللي فاتت تقعد مع ده تلاقي عنده حق تقول له كلامك عين العقل تقعد مع ده تقول له الله على كلامك ميت فل واربعة عشر فالخناقة جبيرة جدا حتى سيادة الرئيس لما جاوب اعتقد ان هو يعني بذكاء يعني ما رضيش يقول القرار او حاجة لان ده رئيس الجمهوري واي حاجة هتقولها هيبقى الكلمة محسوبة فراح الرئيس قال ايه انا خليكوا تتكابلوا في الشقة يعني اذا عارلنا عن الشقة انا هعمل لكم شقة على الدمار فهو الرئيس بيرضو بيعمل شقة كتير جدا وفي موضوع الشقة لكن في نفس الوقت المالك عايز شقته شقة تسوي ملايين بياخد عليها اقجار سبعة جنيه والمستأجر عايز يدي الشقة لابنه وابنه اديها لحفيده قصة كبيرة جدا الحقيقة ولو جيت مع دول دول يزعله ولو جيت مع دول دول يزعله القصة فين وتيجي ازاي ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع دكتور وليد جبالة الخبير الاقتصاد وعضو الجمعين المصرية الاقتصاد والتشريع أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك وأنا سعيد بوجدي مع حضرتك وشكرا جدا أهلا بحضرتك أول مع بنوله نجيب دكتور وليد نبسل جدا أستاذة هيبة إنسان عزيزة علي وإعلامية طبعا من الترازل الأول وبصراحة من أكتر القنوات مشاهدة وبحس بالمشاهدة دي وبحس بالتأثير وبعد ما بكون معاك وبيجي لي تلفونات كتير جدا بصراحة نحن نسعد دايما متشارف بوجود حضرتك معنا والموضوع بتاع الإيجار القديم عامل أزمة الحقيقة لناس كتير ولو هبدأ بالمالك مش بالمستأجر اللي هو يعني تحول إلى واحد مليونير أو صاحب أموال بس مع إيقاف التنفيذ عندي عمارة لكن مش قادر أستنفع منها بأي حاجة لسه بلم منها الملاليم ولا العشرة جنيه والإيجار والعشرين جنيه ويوم ما يعني اللي وصلت مية جنيه بقى بيبوس إيده وشه وضع الشوقة مقفولة اللي مأجرينها الكبار ماتوا وعايش بره مصر لكن برضو دي بتاعتي إزاي الوضع تحول لكده وهل في نقول بصيص أمل للمالك ونقدر نوصل لحل وسط من خلال القانون ولا برضو مع إيقاف التنفيذ طبعا خلينا أقول لحضرتك هي مش قضية مالك ومستأجر وتحولها لقضية مالك ومستأجر ده شيء مش صحيح هي قضية تحول اقتصادي لأن عملية الإيجار هي قضية مالك ومستأجر هي قضية مالك ومستأجر هي قضية تحول اقتصادي غير مكتمل هي حاجة من اتنين المالك لما كنا في نظام اشتراكي ده معناه أنه في تسعير جابري تسعير جابري على السلع على الخدمات على كل شيء حتى الإيجار ومن ضمنه الإيجار القديم لأن المالك لما كنا بنحدد له التسعير الجابري للإيجار هو كان بيشتري السلع والمنتجات من السوق من التسعير الجابري أنه لما كان بينزل للتاجر أو المأجر المحل كان بيروح يقول له أنا عايز منك ملابس أنا عايز منك أكل عايز منك شرب كان برضو بالتسعير الجابري لأن فعاليات الاقتصاد الاشتراكي الدول بتحدد الدخل وبتحدد الإنفاق وبتحدد نسبة الربح لكل مواطن فهو كان بيشتري بالتسعير الجابري فكان مستفيد المالك كان مستفيد بيأجر شقته بالتسعير الجابري وبيشتري بالتسعير الجابري وكانت الدنيا هادية وما فيش سكان كتير لو بنشوف الأفلام كان بيبخر الشقة عشان تتأجل لأهو مكانش فيه تبخير شقة غير قبل يوليو أياما ممكن الإيجار حر هو مكانش بيبخرها عشان يأجرها أجار قديم هو الإيجار اللي كان بتتأجر إيجار حر فكان بيبخرها علشان يجي aproveаша بإيجار غالي يعني إيجار حر إيجار حر يعني يتم الاتفاق بيتم الاتفاق على الأجرة اتفاقا والمدة اتفاقا وده كان النظام المعمول به قبل سنة 46 لما قتت سنة 46 في الحرب العالمية الثانية صدر الحاكم العسكري طلع قراره بتحديد بتثبيت الأجرة وابتكر قاعدة الامتداد القانوني إلى الأبد بالنسبة للوحدات السكنية اللي قبل كده اللي بعد كده سابها حرة بعد كده استلهمت حكومات الصورة صورة يوليو 52 هذه الفكرة وابتدت على ثلاث مراحل تقول هنقل للأجرة وندي امتداد للقديم ونخلي الجديد حر ففضلت على كده ثلاث مراحل خلال مرحلة الخمسينات لحد ما وصلنا لمرحلة الستينات اللي تكرر فيها اللي تكرر فيها أن الأجرة تكون عن طريق لجنة مع إلزام مالك أي وحدة سكنية أن يؤجرها غصب عنه لو ما أجرهاش غصب عنه من حق أي شخص أنه هو يضع يده على الوحدة السكنية يا سلام أنا أول مرة أسمع الكلام دي يا دكتور لا ده الحقيقة يعني كان في وقت من الأوقات لو أنا عندي شقة مخليها لابني فلو ما أجرتهاش أيوة يجي أي حد يقعد فيها بالضبط يقدر يدخل فيها ويطلب من الحي أنه هو يلزم المالك أنه هو يحرر له عقد إيجار إنما ما فيش حد بيبخر شقته عشان يفقدها هم كانوا بيبخروا شقاهم قبل الأيام ما كان هياخد فيها فلوس كتير لكن ما فيش حد هيبخر عشان يخسر دلوقتي يا دكتور وصلنا الوضع صعب وأنا يمكن عايز أقول لحركة مشكلة دي جاية لحضرتك يعني ويعني اللي قال لي أمانة تقولها الدكتور وليد وهي الحقيقة مشكلة خاصة بالموضوع شقة في مصر الجديدة سعرها دلوقتي حوالي 2 مليون جنيه كان معجرها شخص الشخص ده ربنا فتح عليه وبقى ملياردير مش مليونير بقى ملياردير ومستثمر كبير جدا فقفلها وعنده أصرف التجمع وعنده هنا وعنده هنا فمش محتاج الشقة وفي نفس الوقت لازال بيدفع العشرة جنيه ولا الخمساشر جنيه الإيجار يروح يدفعهم في المحكمة السنة بسنة وحاجات كده ومش عايز يديهم الشقة فبيقول لحرك صاحب العمارة بيقول لك يعني أنا عايز الشقة ليه بني وده راجل ملياردير وهو خل الشقة بيقول لك أستوفيه زكريات أبوية فالحل إيه أنا أقول لحضرتك الأول هو إيه اللي خلها ملياردير هو إيه اللي خلها مليونير المستأجر أو المالك أو أي ما يكون في عهد في اليام الاشتراكية ما كانش فيه مليونيرات لأنها كانت الدولة هي المالكة لكل شيء وكانت الأجور موحدة لما حصل تحاول الاشتراكي مع مرحلة الانفتاح في السبعينات ابتدت السلعة والخدمات تتحرر ابتدى يظهر رجال أعمال ابتدى يظهر أغنياء ابتدت الدنيا بتتغير الفقر يا أستاذ إسحاء ليس قدرا على المستأجرين أو والغنى ليس قدرا على الملأك هناك ملأك فقرة وملأك أغنياء ومستأجرين فقرة حالة زي دي الحياة متواجدة ووجودة كتير أنا جاي لحضرتك هو اللي حصل إيه اللي حصل إن هذا الشخص المستأجر اتغنى بفعل إن الاقتصاد أصبح حرا وهناك منافسة وهناك فرصة واتغنى ربنا يرزقه لأنه استفاد بآليات الاقتصاد الحر الجديدة وتشجيع الاستثمار بقى عندي ملف الإيجار القديم لازم هو الملف ده كمان يتحول لآليات الاقتصاد الحر ويكون الملف مفتوح الملف ده فيه يعني فيه حالات فيها المالك مظلوم وفيه حالات فيها المستأجر مظلوم أوه في كل الأحوال لا في كل الأحوال هي القضية مش قضية ظلم القضية قضية أن ملف لازم يتحرك الملف قدر قدر الدولة المصرية الحالية أنها بتتحمل ملفات تم إهمالها عشرات السنوات ومطلوب منها أنها تحل حل سريع في كل الملفات وده المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية أنه إحنا شايفين مدى سرعة إصلاح ملفات عديدة جدا 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 ومن ضمنها هذا الملف الحالة اللي حضرتك بتذكرها دلوقتي أنا أقدر أقولك أن في القانون الحالي مالهاش حال ما فيش قدامه غير أن يصبر يصبر لحد ما القانون يتغير الزكريات بتاعته اللي بيتكلم عنها ديا لما لو القانون اتغير والأجرة والأجرة ارتفعت هيسيب الشقة نبيع الزكريات طب نشوف سؤال أستاذ ناصر معنا من سواك سبعة خير يا أستاذ ناصر يا أستاذ ناصر يا أستاذ ناصر طيب إحنا مستنيين على فكرة أسئلة كور لازلتنا على صفاتنا على الفيسبوك سي تي في إيجبت ومستنيين على منتخلال أرقام التليفونية عايزة أقول بس سؤال برضو جاء للدكتور موضوع الإيجار القديم وجي حد بيسأل حضرتك بعد وفاة والده أو والدتها سوز مخايل بيقول بعد وفاة والدي هل من حق المالك أنه يحول الشقة من إيجار قديم لإيجار جديد هو الابن كان مقيم هو الابن مقيم مش كاتب ده بس يعني لو هو مقيم هل من حق المالك أنه يحولها من إيجار قديم لجديد على القانون الموجود ده لا إذا كان الابن مقيم ولو مش مقيم الشقة مقفولة ووالده توفر لا خلاص هيسيبها لهو قفلها بيت والدي الملك هيرفع عليه قضية عشان يسيبها طالما مش مقيم ومتحق أنه ياخدها هيسيبها لأيما يتفق معها أنه يحولها دكتور احنا كل شوية بنسمع هيبقى فيه قانون للإيجار القديم ويحكم العملية وفيه قانون وفيه قانون وفي الآخر ما بيتلعش فيه حاجة رأي حضرتك هيبقى فيه قانون ولا مش هيبقى فيه قانون وإيه ملامح يعني السكة اللي ممكن يكون ماشي فيها القانون اللي ممكن يتعامل هو حضرتك لما بتكون فيه مشكلة دايما بيحصل المتألم بيقول آه طبعا وبيصرخ أما وإن هناك صراخات ومنذ سنوات هناك صراخات بنسمعها وصلت للإعلام وصلت لحضرتك وعملتوا عليها برامج يبقى فيه مشكلة أما وإن فيه مشكلة يبقى لازم الدولة بتتصدلها ولكن هناك أولوية في ترتيب الملفات لأن الملفات متأخرة زي ما قلت لحضرتك كل حاجة في مصر كانت متجمدة الدولة المصرية بكيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشتغلوا بحلول في كل الملفات وبسرعة شديدة جدا ولكن أولوية ترتيب الملفات تختلف لنا كمواطنين لأن كل مواطن يهموا في ترتيب أولوية الملفات أن الملف اللي هيحقق له مزايا يبتدل أول ما فيش شك أن احنا متابعين أن هناك عشرات ومئات من الملفات الدولة اشتغلت عليها ولكن هذا الملف هيتحلى هيتحلى هيصدر قانون هيصدر قانون بس ترتيب أولويته وهيتم إمتى هذا الأمر بيرجع إلى الدولة في إطار مؤمتها للملفات استأذن حضرتك يا دكتور معينا دكتور نبيل من الهارم أهلا بيك صباح الخير يا فلن صباح الفلن أنا عارف أن المشكلة دي مشكلة كبيرة جدا لأن جوانبها كتير لكن في النظر نحط بعض الحلول لأن ده حوار مجتمعي المفروض ده الكل يشارك فيه زي إيه دكتور نبيل مثلا قانون الإيجار الجديد إن المالك نفسه يطلع المستاجر قديم بأي شكل يعني واحد ساكن باربعين جنيه مثلا وبيأجر الشائب تلت تباف يعني بسصله بنظرة يعني أكنه عدوه بالضبط طبعا لكن الحل إيه هو الحل إن أنا أقترح رفع الإجارات لدرجة معقولة وحسب عمر العمارة ومساحة الساكن وكده مين اللي حدد السعر يبقى السعر مثلا بأضعاف معينة ولا يبقى فيه لجنة بتحدد السعر طبقا للأسعار اليوم يا فندم هو يعني بحيث يكون يعني معتدل حسب الإجارات الحديثة يعني مثلا الأراضي الزراعية ليه إيجارها محدد سبع أمثال الضريبة طبعا أنا لو بدفع يا دكتور لو أنا بدفع في مصر الجديدة عشرة جنيه إيجار والأسعار الإيجار في مصر الجديدة دلوقتي خمس تلاف جنيه في الشهر أدفع لي خمس تلاف وأنا بدفع عشرة جنيه لا لازم برضو أكون عادل يعني لازم أرفع له العشرة جنيه دي مثلا ضاية متين جنيه يعني هو أبتدي أزود كل سنة شهر لكن ما أدرش خليه سيب المكان لأنه هو المستاجر يعني ممكن يدفع في الظروف الحالية لأنه كان الأول قيمة الجنيه كان ضعيفة لكن بالوقتي لا بقى لها قيمة جنيه لكن نمرة أثنين أنا نفسي قانون الإيجارات الجديدة ده يتحدد يتحدد إيجاراته بنصف العقولة يعني مليش واحد بيهجر بخمس تلاف جنيه أو سبع تلاف جنيه زي ما هو عايز طب ما هو عايب عدوه للمستاجر بأي شكل وعاوز يطلعه بأي صورة وبعدين ليه ما يمشيش قانون مش الزام أنا بقولش الزام إن المستاجر ممكن يشتري الشقة من صاحب المالك أو ياخد فعله نسبة من صاحب من ثمن الشقة دي من الأفكار اللي اتطرحت برضي يا دكتور بنشكرك جدا دكتور نبيل أستاذ مكرم من الجيزة أهلا بك يا أستاذ مكرم سبع الخير أستاذ مكرم بسمعنا من التليفزيون يا أستاذ مكرم أنا متأكد لو حضرتك بتسمعنا من التليفزيون بفضلك وطيك كلمنا من التليفون بس يا أستاذ مكرم بسمعنا من التليفون هو لساواصل عنده صوت أستاذ دكتور نبيل أنا عايزة أقول حاجة بنسبة للحلول أسوأ شيء إن احنا نتكلم في النتائق الاقتراحات من غير ما نراتب الفلسفة. هي خطوات التشريع الأول. فلسفة التشريع. نحن نريد أن نقول إذا كان الإجراءات. هنزود كام؟ هنزود بين؟ من اللي هيزود؟ نحن النهاردة الفكرة العامة. هو يتكلم عن القانون الجديد. الحل عشان إيجار القانون الجديد يقل ليس أنه يحدد الأجرة. أنا في اقتصاد حر. الحل أنه زي ما الرئيس قال. هخليكم تتكعبلوا في الشقة. لما الشقق تزيد الإيجار هيقل. الإيجار القديم لو الشقق المغلقة أكتر من مليون شقة. نزد السوق الإيجار الجديد هيقل. الشقق بتزيد في الأماكن التي هي بعيدة. كلما نزيد أكتر من نلجأ للمدن الجديدة. النهاردة فيه واحد هو برضو مهما الدنيا زادت برا. هو عايز سكون في مصر جديدة. في الزمالك في المهندسين. يروحوا المدن الجديدة. هي حاجة ما يقول لحضراتك. لازم نتكلم في الفلسفة الأول. هل السكن؟ سلعة؟ السكن أصبح سلعة. نحن في اقتصاد رأسمال. كل السلعة الموجودة في السوق بتنباع بسعر السوق. المستأجر اللي عايز يأجر من عند الملك. لأن الملك ده مستثمر. إنت لو أيدت له الأجرة مش هيبني. يبقى أنت خرجت الاستثمار العقاري من السوق. هتقلل المعروض هتزيد الأجر. فأنت هيبقى ظاهرك أنك هتحدد الأجرة للموجود. أنت ما تبصش للشوق اللي موجودة بس. بص لشوق اللي موجودة وللي لسه تتبني. علشان يظل السوق العقاري فيه إمدادات. بالنسبة للإيجار القديم. علشان أحلوه لازم أكثر المشكلة. جهاز المركزي للتنظيم والمحاسبات. للجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء. حدد المشكلة. وأقلنا عندي 3 مليون شقة. من ضمنهم مليون شقة مغلقة. يبقى إحنا النهاردة لو تعاملنا مع الوحدات والسكنية المغلقة. وشجعنا أن هي يتم إنهاءها. يبقى أنا أصبح عندي 2 مليون وحدة سكنية. ونتعامل معها إزاي؟ النهاردة المدن الجديدة يقول لك. أصلا أنا مشتري لبني. مشتري الحفيدي. مشتري بتاعه وقافل. قافل شوارع متقفلة. مش شقة. أنا أستأذنكم بس حقيقة. شوارع متقفلة. حدد أستاني يسأل حضرتك معنا. أستاذ مايكل من ملوي. أستاذ مايكل صباح النور تفضل. حضرتك بالنسبة لإجارات الجديمة. أحترام لكل الناس اللي هي وحدة إجارات الجديمة. والناس اللي جاعدة. يعني إحنا عندنا مشكلة أننا قادر الشدة قدينا النهاردة أحسن من 20 سنة. معي يا حضرتك. معيك تفضل. والإجار متاحها الآن سبعة واربعين جنيه في الشطر. وفي نفس المنطقة اللي إحنا فيها الإجار فيها أقل شيء ألف وألف ونصف. وصاحب الشدة اللي أنا مأجرها له أجيبه أكثر من أربعين سنة هارب أصلا من ديون عليه في البلد هنا وجعت في الكاهرة. وقفل الشقة. ومستحيل أنه ينزل تاني أنه يجب في الشدة. وفي عز كده. ما فيش حد مقيم محدش مقيم فيها أستاذ مايكلي. لا 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 لا. يأتينا النهاردة أكثر من 15 سنة الشقة مكفولة. وبيتدفع لها إجارة على المحكمة. لا بس دكتور وليد كان بيقول لها ما فيش حد مقيم فيها أنه هو ممكن يرفع عضايا يأخذها. لا لحد دلوقتي لا. لا للجيل الثاني. لا أنا بيكلم في حالة الامتداد للجيل الثاني. حدريتك رفعنا كذا قضية وأثبتنا أن ما فيش حد جاعة في الشدة. ما فيش غير اللي جاعة يجيوها الشدة. طيب أشكرك أستاذ مايكلي عشان نلحق بس مكلمات تاني تفضليها. معنا أم ماريان. أهلا أستاذ إيبال. أهلا بيكي سباح الصحر. أقول لحضرتك إحنا مع عشات. وإحنا سكننا زمان 82. خدنا الشقة بـ 65 يعني كان أكبر رقم. طب الوقتي إحنا مع عشات. يعني نعمل إيه في الساكن يقول لنا لا أنت أجار جديم جديد. طب نعمل إيه يعني. حضرتك. إحنا دفعنا كل اللي معانا سدينا. حضرتك سكنة يعني بـ 65. حضرتك بقى وغدة في ممتقة رقية يعني. من 82. طب الشر الشقة يقول لك خدها بـ 600 ألف و 700 ألف. طب ما إحنا إيه جديد بـ 82 أستاذ. كنا نأخذ 57 مرتب بأمانة. طب شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. أنا بس سريعا معيش. نقرأ شوية بس حاجات. بيقول الحركة أنا مقيمة مع عمتي بقالي 8 سنين. وهي سكنة إيه جار قديم. هل يحق لي أخذ الشقة بعد وفاتها؟ أكيد لا. دكتور وليبي يقول لك لا. جيجي بتقول لما يكون المستأجر يدفع ثلاثة جنيه. ويرفو يدفع معنا أي صيانة. والعمارة في مصر الجديدة. ده ينفع؟ بصراحة ما ينفعش. بصراحة ما ينفعش. هي صيانة كل العقارات الإيجاري الأديم بالكامل. ما فيهاش صيانة. وده إهدار للصروع العقارية المصرية. طبعا. والكرسة هي يمكن العقارات اللي كانت من الأربعينات ومن الخمسينات. كان أيامها الحديد كان كويس. لكن في فترة الانفتاح. ولما حصلت هجة الانفتاح. فكان الحديد المباني اللي اتعاملت في السبعينات وفي أول الثمانينات. مستوى جودة الحديد والأسمنت كانت ضعيفة. مستوى المبنى يا فندم. مستوى المبنى بتاع السبعينات والثمانينات. الأمرات اللي طالع منها بلقونات عادية. ده اللي بيقع دلوقتي. هو اللي بيقع وشكل سيء. وما بيتمش صيانته. فالمطلوب من ضمن الأسباب الهامة. لذلك أن يكون هناك إراد يسمح بالصيانة. يعني النهاردة اللي بيحصل عليه المالك أقل من اللي بياخده البواب في الإجار القديم. سنة بتقول لحضرتك إيجار شقف العباسية. خمس قوض باتنين جنيه ونص ينفع. حرام. طيب معنا تليفون معنا مين. أستاذ تريزا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. بقول لحضرتك أزاد الصحاب. فضل. أنا أكلمت حضرتك قبل كده. أنا كنت بعالج ابن في مساحة. تمام. بالوقت الإجارات القديمة. أنا كنت سكنة ٦٠ جنيه. ونصح بيط البيت رفعت من مدة ٢٠٠ جنيه. بالوقت أنا أرمى له. ومش في إمكاني أقود شقة أكثر من كده. ولا أطفع إيجار أكثر من كده. أعمل إيه؟ مش حضرتك سكنة إيجار قديمة وتدفع الإيجار؟ أهلا. صباح الخير يا سيد الحاق. لا اسمعيني من التليفون. لا خليك معاين في التليفون سيبك من التلفزيون. مش حضرتك بتدفع الإيجار؟ بقش على الإيجار. طب إيه المشكلة؟ المشكلة دلوقتي لو إيجار يترفع. أنا كلمت حضرتك قبل كده. وبعالج إبنك في مطاح التليفين. تمام. أنت حايفة الإيجار يترفع عن كده. فما تقدرش تدفعي؟ أيه. ومش عارفة عن أعمل إيه. أنا بكمل إيه بالعافية. طب دكتور وليد عايز يكلم حضرتك. أنا عايز حضرتك تتطميني. لأن كل مقترحات الزيادة التي تقدمت لمجلس النواب أو الدولة تقوم بها. دائما تكون من ضمن بندها أن يكون هناك صندوق للشريحة. التي تكون غير قادرة على سداد الإيجار. هذا الصندوق ستولى سداد الزيادة نيابة عن حضرتك. لكن هو مش علشان حضرتك مش قادرة. هناك مليونيرات آخرين قادرين. يبقى اللي قادر بيدفع. واللي ما مش قادر. هيكون هناك صندوق من مصادر متعددة للحصيلة بتاعت الصندوق. زي الدراية العقارية مثلا. هتدخل في الصندوق وتتحمل فرق الإيجار عن حضرتك. وممكن تديك حوافز أيضا. إذا حبيت تغيري. تقدر تديك حوافز. تقدر تديك تخفيضات. لو حبيت تأخذ شقة من شقة الإسكان الاجتماعي. فحضرتك الشريحة الخاصة بحضرتك. في كل المقترحات المقدمة. لن تدر نهائيا. وأنا أريد أن أطمن حضرتك بخصوص هذا الشعب. لا تخفيش يا سوزة تريزة. أعتقد إن شاء الله خير. سوزة أمل تقول. لو سمحت أنا جوزي كان عنده محل مكوى. وحاولت تغير نشاطه بعد الوفاة. صاحب البيت مارديش. ولا عاوز يديني مبلغ أفتح به محل آخر. أرجو الرد. هل منحقنا تعمل كده بعد وفات جوزة؟ هو مبدئيا. ليه طردت أنها منحقها أنها تأخذ مبلغ. هي مستأجرة. هذه هي حاجة. العقيدة أنها تأخذ مبلغ في حد ذاتها. هي عقيدة فاسدة. لكن من ناحية أنها تحول. هي قانونا منحقها أنها تغير النشاط. بشرط أن لا يكون مقلك للرح. دون الرجوع. ما يبقى ورشة. أعتقد أنها تغير النشاط. أكيد ليس تبقى ورشة. لكن منحقها أنها تغير النشاط. أعتقد أنها تعمل هذا. لو هو ليس موافق فيه إجراءة معاينة. هي بعد الإيجار بتاعها تغير النشاط. لحد دلوقتي. في سؤال تاني برضو. لحضرتك. عندنا بيت والدي مساحته 120 متر. السكان الذي فيه ورساه. ليس المستأجر الأصلي. الشقة إيجار خمسة جنيه. بيضعها في المحكمة. ولا يزودوا الإيجار. ولا أرادين يسيبوا الشقة. أنا أعمل معهم إيه؟ ما يعملوش أي حاجة. ينتظر لحد ما الدولة. أتصور أن الإرهاصات. بعد ما سيادة الرئيس تكلم عن هذا. أتصور أن الجميع. نحن بنتكلم أهوة. والجميع مدعوة. والأحزاب مدعوة. وكل مؤسسات الدولة مدعوة. أنها تتصدى لهذا الملف. بصورة تحقق التوازن. وتحقق عملية الحل النعم. الذي لا يسبب تصادم ما بين الأطراف. أحد يقول له. حضرتك سوزي تقول. التوفى الأب والأم وأختي مقيمة في الشقة. وهي غير متزوجة. الملك أريد أن يطلعها. لكي يبيع البيت. وكله يقول لها. لديك خمسين ألف جنيه. وطلعها من الشقة. هذا ليس حرام. هتروح فين؟ من حقها ترفض. لا. كانت ابنة. وكانت مقيمة معهم قبل ما يموت. طبعا. ولكن هي فكرة. ما يحدث. ما يحدث. ما يحدث. على فكرة. في الحالات مثل هذه الملك والمستاجر. هم الاثنين يبقوا مساكين. لأن الملك يبيع المقاول. هو يبقى يأس. لأن الملك كمان ضعيف. مثل المستاجر. يبيع البيت بالرخيص. لمقاول. أو لشخص شرس. أو لكلام من هذا. الشخص الشرس. بعدما يأخذ الموضوع. يبدأ يرخم عليها. بقتت الأرض بعشرين مليون. مثلا. يبيحها بعشرة. ويقول لك أخلص منه. يبقى الملك الظلم. هو يبيع. والمستاجر الظلم. لأن هذا الشخص الذي يدخل. يبدأ يقول لها أخذي خمسين. يرخم عليها. أشعر بيحسبها الخسارة القريبة. أو المكسب البعيد. كده خسرون. يبقى القانون خسر الاثنين. خسر الملك. وخسر المستاجر. لأنه سيدخل شخص. سيستخدم. هناك بعض الأشخاص. يمكن أن تستخدم الحيال القانوني. وتستخدم الأسلوب. الترهيب والترغيب. يقول لها أخذي خمسين ألف. لا أرفع عليك قضية. يا جماعة. كن أن أنا أرفع قضية النهاردة. على واحدة مسكينة زي دي. ليس المشكلة أن أكسبها. ولا أخسرها. هي لو ستتوكل فيها محامي. هتتفعله أتعاب أكثر من اللي بتدفعها. جل الشقة عشر سنين. علشان تكسر. وفي ناس بتعمل شغل تاني. اللي هو بيحاول يقول. العمارة كلها عايزة تتهد. وتتهدم. وتتكسر في الأساسات. يحصل للأسف مقاسي بنشوفها. ما هو ده. يبقى احنا كده أهضرنا الصروة العقارية. ظلمنا المالك. ظلمنا المستأجر لمصلحة شخص. مجهول. وده مشكلة كبيرة من المشاكل. ويمكن من أكثر البلاد اللي كانت بتعانم ده في اسكندرية. العقارات المخالفة دي بالكامل. كان بيدخل حد. ويبدأ يشتغل على العقار بكل الأساليب لحد ما يفرغوا. المالك لا يستطيع أن يفعل هذا. نفسنا القانون والتعدلات التي تحدث. يكون لصالح الاثنين. كما قلت. هناك قرار أحيانا هم يأخذوه. وهو يتظلم. والمستأجر يتظلم. فأنتمنى أن الاثنين يكون الخير لهم. هما الاثنين المصلحة. وأسلوب المقاربة. وأنا في بداية الدورة الأولى. التي فاتت من مجلس النواب. كنت أقدمت مقترح لمجلس النواب لانجة المقترحات والشكاوي. في بعض الحلول التوافقية. أسوأ شيء وأصعب شيء. هو الحلول التوافقية. لأن الطراطين بيحسوا أن هم مصلومين. الشخص على فاكرة لو حد تلع في الإعلام. وتطرف في جانب من الجانبين. الناس تنبسط منه جدا. لكن التوافق يزعل الاثنين. لأن كل طرف يريد أن يأخذ 100% من الموضوع. فلازم نعرف أن لا يوجد حل يرضي الطرفين. لا يوجد حل كامل. لا يوجد حد يأخذ كل ما يريده. ولكن هي القضية فيه. عملية التحول يجب أن تكون انتقالية. ناعمة على فترة مناسبة. الذي جاهز ينهي العلاقة. صحيح. أنا ممكن القضية لو تكسرت. لو تفتتت. ستتحلل وحدها. لأن أنا لو استبعدت المغلق. استبعدت التجاري. استبعدت اللي عنده شقة إطالية. استبعدت مزايا. أنا لما أقولي. أن الدولة اليوم تقدم شقة تمويل عقاري. بنسبة 3%. هذا شيء مهم. قال لي يا جماعة. اللي عنده شقة جرق قديم منتهلكة. لو صندوق تكفل. أنه يدفع المقدمة بشقة جديدة. ويكمل بتمويل 3%. لايناس هي اللي ثابت الإجارة القديمة. وراحت عشان تخطف شقة. حلول كتير. دكتور وليد جبالة. الخبيري الاقتصاد. وعضو الجماعي المصدر الاقتصاد. والتشريع. شكرا جدا. نورتنا دكتور صعدان. شكرا جدا. شكرا لك. مشكر حضراتكم جدا. أنا على حسن المتبعيد كلنا. في حلقة النهاردة. بكرا إن شاء الله. صباح جديد 9 الصبح. ويومكم جميل. شكرا. 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 شكرا.